خلينا نستكمل أخبارنا داخل النادي الأهلي اشترت مسؤولي النادي الترجي التونسي الحصول على 3 ملايين دولار من أجل الاستغناء عن خدمات محمد علي بن رمضان محمد علي بن رمضان لعب وسط النادي الترجي واللي بيسعى النادي الأهلي في الوقت ده للتعاقد معاه خلال فترة الانتقالات الصيفية ويمكن محمد بن رمضان واحد من اللعيبة اللي ظهرت بمستوى مميز جدا واحد من اللعيبة اللي هيكون إضافة بشكل كبير جدا للنادي الأهلي في حال الحصول على خدماته واللي عرفناه هنا في صباح عن طيام النجم التونسي اتكلم مع مسؤولي نادي الترجي وقال له من انا عايز اكون موجود مع النادي الاهلي بعد ما تلقى العديد من العروض ولكن هو حابب يكون بيرتدي تي شيرت النادي الاهلي بناء على الكلام اللي اتكلمه مع علي معلول اللاعب النادي الاهلي ورصد الاهلي 20 مليون جنيه لضم اللاعب التونسي لكن طلب حمد المؤدب رئيس النادي الحصول على 3 مليون دولار من المنتظر لسه ان يدخل النادي الاهلي في مفاوضات مكثفة مع النادي التونسي عشان يكون بيقلل بس شوية عشان تقرب وجهات النظر في المقابل المادي لكن ما نختلفش ابدا ان محمد بن رمضان واحد من اهم اللاعب اللي هيكون لو فعلا تم التعاقد معاه يكون اضافة كبيرة جدا للنادي الاهلي خصوصا اللاعب فعلا متمسك بالتوقيع للنادي الاهلي ونهو ينضم الكتيبة النادي الاهلي في الموسم اللي جاي هنشوف المفاوضات هتوصل لحد فين ما بين مجلس ادارة النادي الاهلي وما بين مجلس ادارة نادي التراجي